مراحل نمو النباتات هاختصر مراحل النمو لنباتات في 3 مراحل مرحلة الانبات ونمو البادرات مرحلة النمو الخضري مرحلة الازهار والعد وكبر الثمار وعشان كلمة العقد يعني ممكن تبقى مشواضحة اوي نقصد بالعقد اللي هي بداية تكوين الصامرة يعني فممكن يسمي المرحلة دي مرحلة الازهار والاسمار نبدأ في الاول مرحلة الانبات ونمو البادرات المرحلة دي انا اتكلمت عليها في الفيديو السابق وقلنا في المرحلة دي يبعزين فيه جزر كبير وقوة ليه؟ لان الجزر الكبير والقوة ده هو اللي مسؤول عن امتصاص المية المحتوي على عناصر الغذائية من التربة فبالتالي هو ده اللي هيديلي الغذاء اللي انا بضيفه فيه التربة للنباتات فيما بعد وهديلي المحصول الكبير فبالتالي المرحلة دي بيحتاج فيها النبات الى عنصر الفصفور بنسبة اكبر من باقي العناصر وهنا اقصد العناصر الان بيكي يعني النيتروجين والبوتاسيام فالفصفور هنا بيبقى نسبته اعلى شوية زي ما قلنا في الفيديو السابق ان احنا بنحاول نديله انه بيكون تلات اضعاف النيتروجين والبوتاسيام علشان ان الفصفور بيشجع لي على نمو الجزر بدرجة كبيرة واحنا اتكلمنا وقلنا الموضوع ده في الفيديو السابق بالتفصيل وبعد المرحلة دي مباشرة وقبل الدخول في المرحلة التانية اللي هي مرحلة النمو الخضري المهندسين الزراعيين عارفين الموضوع ده انه بيتم تعطيش النباتات شوية طبعا التعطيش ده بيتوقف على درجة الحرارة في الجو او الظروف البيئية بمعنى اصح وحالة النبات ونوع الطربة فبالتالي انا بيعطش النبات شوية علشان الجزر يتعمق في الطربة لمسافات كبيرة وياخد انتشار كبير وده يحديلي من التقلبات اللي ممكن تحصل بعدين من ارتفاع درجة حرام مفاجئة او حدوث عطش مفاجئ للنباتات المهم انه هو في المرحلة قبل بداية المرحلة النمو الخضري لازم يديلي نمو جزري كبير ده المرحلة الاولانية نيجي بقى للمرحلة التانية اللي هي مرحلة النمو الخضري ومن اسمها كده واضح ان مرحلة النمو الخضري اللي احنا عايزين منها مجموع خضري كبير وقوة فالمجموع الخضري الكبير والقوة ده بيحتاج الى نسبة نتروجين عالية فنسبة النيتروجين العالية هنا بتكون اعلى من الفسفور والبوتاسياب على اساس انه تديلي المجموع الخضري ليه؟ لان النيتروجين زي بحضركم عارفين كلمنا في الفيديو الخاص بالنيتروجين وقلنا انه طبعا هو بيدخل في تركيب وبالتالي مسؤول عن تكوين الاحماض الامنية والبروتين وخلافه برضو بيدخل في تركيب الانزيمات بيدخل في تركيب الكورفيل لانه مسؤول طبعا الكورفيل ده اللي بيعمل لعملات البناء الضوئي وبالتالي تأثيره على الكارباهيدرات اللي متكونة في عملات البناء الضوئي وبيدخل في طبعا ببعض الهرمونات وبيدخل في مرافقات انزيمات فبالتالي يزود لبقى عدد الخلايا وعدد الاوراق وزيات المساحة الورائية كبير. تب السؤال بقى لابناءنا الطلاب. ليه انا بحتاج في المرحلة دي نمو خضري كبير وقوي. لان المجموع الخضري الكبير والقوي ده هو المصنع بتاع النبات. الاوراق دي بتعمل لعملية البناء الضوئي. والبناء الضوئي ده اللي بتكون المواد الكربوهيدراطية. فبالتالي هي دي الغزاء يعني مواد غزائية بتتكونها داخل النبات. فلما كل ما كان المواد الكربوهيدراطية زيادة تبدأ بعد كده النبات تبقى قوية وسيقانها قوية وفروحها قوية. فيقدر بعد كده يديلي ازهار عدد ازهار كبير. وعقد نسبته عالية. وسمارت تكون كبيرة في الحجم. يعني النبات يكون في حالة جيدة في النمو. عشان كده لو قلنا ان المرحلة دي. يعني انا هطول شوية في المرحلة دي وهتكلم فيه اقول ايه. طب لو كان النمو الخضري ضعيف ايه المشكلة اللي فيه? ولو كان النمو الخضري كبير اوي زيادة عن نزوم ايه المشكلة فيه? لو قلنا في الاول ان المجموع الخضري عند ضعيف. بالتالي كمية المواد الكاربوهيدراتية المتكونة قليلة. بالتالي نمو نبات هيكون سيقانه ضعيفة فروحه ضعيفة. فلما يدخل في مرحلة الازهار عندي هتلقى الازهار ضعيف. العقد نسبته قليلة الصمار صغيرة في الحجم وجودتها منخفضة. فبالتالي دي بقى مشكلة. طب لو هو العكس نمو خضري كبير جدا ونبات هايج وفي زيادة نمو خضري كبير. زي ما بيحصل مثلا في نباتات القطن او في نباتات بلوبيا. انه بيبقى نمو خضري كبير جدا وعدد الازهار المتكونة عن النبات قليلة. وبالتالي عادة يبقى قليل الصمار قليلة. فدي برضو مشكلة. نسميها يا جنف النبات. ودي بتبقى بسبب ايه? بسبب حدوث ظروف بتشجع على النمو الخضري الكبير. زي ايه? توفر النيتروجين بدرجة كبيرة في الطربة متسر للطربة. توفر درجة الحرارة المنائمة للنمو الخضري. وفي نفس الوقت كمان الخصوبة بتاع الطربة للجميع اللي فيها بشكل ايه? كبير? بتدي لي النمو الخضري الكبير. فبتأثر لي على عملية الازهار والاسمار. وحل مشكلة الهياجان ده في النمو الخضري او زيادة النمو الخضري بزادة عن لزوم. فبمنتهى البساطة بعمل ايه? بوقف التسميد النيتروجين خالص. واروح عما عطش النباتات تعطيشة توافق مع الظروف البيئية وطبيعة الطربة ونمو النبات. حاجة تانية اللي انا ممكن اعمل عزقة خفيفة كده. حوال النبات عشان اقطع بعض الجزور عشان ما تنتصليش المية المحملة بالعنصر النيتروجين بدرجة كبيرة. وفي نفس الوقت كمان ادي شوية زيادة من عنصر الفسفور. لان عنصر الفسفور بيعمل لي التضاد للتأسير الضار للنيتروجين. طب لو عندي اشجار بقى كبيرة فيها نمو خضر كبير اوي فاكهة وخلافه. وفي افرع كده ما تلقى نمو خضر كبير وما بديش ازهار او ضعيفة واسمارها ضعيفة. فكان بيعملوا حاجة اسمها طبعا احنا شنكلم بقى على الهرمونات ورش الهرمونات وي 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 لكن كانوا بيعملوا حاجة اسمها التحليق الغير كامل. التحليق الغير كامل ده بيكون في الفروع يعني بيعمل حلقة كده بيشيل جزء من اللحاء من الافرع بس اشل الاخر يعني بتبقى تحليق في جزء بس هو اللي متحلق والباقي لأ عشان يقلل من نزول المواد الكرباهدراطية اللي جاية من فوق من افرع لباقي النبات فتتركز في الفرع ده او في المكان ده فتترفع نسبة ترفع نسبة القربون الى النيتروجين فبالتالي بروح دافع ده للازهار احنا ممكن بعد كده ان شاء الله نعمل فيديو خاص للموضوع ده لتوضيحه اكتر عشان يبقى بالصور وفيديوهات وندخل بقى على المرحلة التالتة اللي هي مرحلة الازهار والعبد وكبر السمار او مرحلة الازهار والاسمار في مرحلة الازهار والاسمار دي احنا عايزين في ايه عايزين الازهار كبير ونسبة عقد كبيرة وعندي الصمار تكون جودتها عالية وحجمها كبير يعني المعنى صح عايز محصول زوجودة مرتفعة وكميته كبيرة فبحتاجه في الاول خالص عشان ابدأ تبدأ معنا بداية في الازهار رد الازهار كبير اللي انا اسود نسبة عنصر الفصفور ثم بعد انطلع الازهار عايز بقى اسبت العقد اللي طلع اللي هو عقد صغير كده يعني الصمار بها صغيرة عايز سبتها ما تقعش مني فاروح مزوج نسبة البوتاسيام هي دي اللي بتثبت للعقد وتعمل لي زيادة في حجم الصمار فيما بعد ان شاء الله الكلام ده هنتكلم عنه في لما نجي نتكلم عن عنصر البوتاسيام بالتفصيل هنا طبعا انا بتتكلم عن طلعت عناصر بس اللي هم من كبرى اللي هم اني بيكي مش ببتكلم عن عناصر الصغرى وتأسيراتها او هرمونات او منظمات نمو او خلافة ودي صورة مختصرة وملخصة لللي احنا قلناه في العلاقة بين مراحل نمو النبات وعناصر الان بيكي بس توضيح مهم برضو للحتة دي في مراحل النمو عاز اقولك ان مش كل المراحل النمو اللي هي اللي قدام حضراتكم بتنتهي بالمحصول خالص يزهر وبعدين يكون الصمار وينتهي النباتات ده بيحصل مثلا في الدرة في الرز في الامح لكن في بعض محاصيل الخضر واغلبة زي الطماطم والخيار والفلفل لا بيحصل ان النبات بتخش اللي طبعا المرحلة اولية اللي هو الانبات وتكون لبادرات ثم بمرحلة النمو الخضري وبعد كده بيخش في مرحلة الازهار والاصمار في مرحلة الازهار والاصمار دي هنا في تتابع نمو خضري مع ازهار واصمار نمو خضري مع ازهار وصمار. يعني لو انت حدك عندك اه تزرع نباتات سلك. اه يعني زي الطماطم في الصوابة او الخيار او فلفل او خلافه. هتلقى عندك نباتات بتزهر وطلع صمار بتجمع منها تطلع ورقتين تلاتة وبعدها تروح مطلعة تاني ازهار وصمار وتعقد وهكزا. في الحالة دي مهم جدا عندي اللي انا ما اوقفش او اقالي النتروجين بدرجة كبيرة وبالنسبة في الصورة عندي عالية. لا انا هنا بقى اعمل توازن وادي دفعات دايما من النتروجين كل فترة عشان احافظ على النمو الخضري. لان لو ما عملتش كده هيدخل النباتة عندي في شيخوخة مبكرة ويبقى عمره قصير ويددي لي في الاخر المحصول قليل. اما بقى بالنسبة للنباتات اللي هي اقتصاديا باخد منها بس النمو الخضري زي القرمب والسبانيخ والخص وخلافه. هنا باهتم بقى بمرحلتين. طبعا همش اللهم مرحلتين عندي. هي مرحلة الانبات ونمو الباديرات. ومرحلة النمو الخضري. اما بقى في حالة لو انا عايز بينها بزور سمار وبزور فانا ايه بسيبها تطلع سمار وبزور. فبتالي دي بعملها زي مرحلة اولية خالص بتاع الازهار اسمار وبزود من عندي في صفر. يعني معنى اصح ان لانا في المرحلة دي اول ما نبات عندي يخش فيه النمو الخضري. ابدأ بقى ازود النيتروجين بقدر معتدل على اساس يدي لي نمو خضري كبير. بكده احنا خلصنا مراحل النمو بشكل مبسط ومختصر. وارجو التماس العزر في حالة الخطأ او نسيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.